شركة سامسونج من المقرر أنها تعلن عن الآيفون آيفون؟ شلونكم؟ شاكم واكم إن شاء الله لكل بخير وبصحة تمام شركة سامسونج من المقرر أنها تعلن عن فئة الـ S23 جديدة في الربع الأول من السنة القادمة سنة 2023 وهالمرة أكو أخبار وتسريبات عديدة عن مواصفات وتصميم الأجهزة القادمة بداية مع التصميم فبحسب التسريبات الـ S23 والـ S23 Plus رح يجون تقريبا بنفس التصميم ونفس الأبعاد ولكن مع فارق صغير وهو في تصميم الكاميرات حيث أنه رح يتم إزالة الإطار المعدني المحيط بالكاميرات وتبقى دوائر الكاميرات وحدها في الظهر أما بالنسبة للألترا فماكو أي اختلاف بالتصميم وممكن إضافة لون جديد بدل الماروني الغامق وحدة من الميزات الجديدة في جهاز الألترا القادم هو الذاكرة الداخلية الـ UFS 4.0 اللي أكيد رح تقدم تجربة وسرعة أفضل من النسخ السابقة من ذواكر الـ UFS مثل هيش ذاكرة تقدم سرعة رهيبة في قراءة وكتابة البيانات تحميل الملفات بالإضافة إلى تقديم تجربة أسرع أثناء التنقل بين المراحل في الألعاب ولكن بحسب التسريبات أيضا فإن ذاكرة الـ UFS 4.0 رح تيجي فقط في نسخ الـ 512 جيجابايت والـ 1 تيرابايت من جهاز الـ S23 ألترا يعني محتمل تكون نسخة الـ 256 جيجابايت ونسخ الـ S23 والـ S23 بلس عليها ذاكرة UFS 3.2 مو 4.0 بالنسبة للمعالج في جميع أجهزة فئة الـ S23 فعلى الأرجح رح يكون السناب دراجون 8 جين 2 صحيح هذا الشيء أكدت عليه التسريبات ولكن ما أدري ليش أشوف أنه ممكن يكون هذا في شيء مستبعد خصوصا في ظل وجود أزمة أشباه موصلات فمن الممكن أنه سامسونج تخلي السناب دراجون 8 بلس جين 1 وليس جين 2 حتى تحافظ على التسعير وما تزيدها وممكن معالج الجين 2 يجي فقط على الألترا بينما نسخة البلس من الجين 1 تنزل عليه الاعتيادية اللي هي الـ S23 والـ S23 بلس وبصراحة معالج البلس كفوء وممتاز ويعتبر أفضل بكثير من النسخة اللي قبله من ناحية الحرارة وكفاءة استهلاك البطارية فبالنسبة لي أشوف ماكو مشكلة يخلون معالج البلس بس أهم شي ما يزيدون السعر إذا سولف عن بطارية الألترا فرح تكون 5000 ميلي أمبير مع شحن السريع 45 واط وهذه نفس بطارية وشحن النسخة الحالية الـ S22 Ultra أما بالنسبة للنسخة العادية من الـ S23 فبحسب التسريبات الزيادة في البطارية رح تكون بنسبة 5% فقط طبعا تماما مثل التصميم شاشات الأجهزة القادمة أيضا رح تكون مشابهة للنسخة السابقة ماكو اختلاف الـ S23 6.1 إنج الـ S23 Plus 6.6 إنج والألترا رح تكون 6.8 إنج مع شاشة منحنية مع اختلاف بسيط في سطوع شاشة الألترا حيث رح يكون سطوع أعلى ونيجي هسا لوحدة من أهم التطورات الشبه مؤكدة واللي رح تيجي على نسخة الألترا وهي الكاميرات وبالأخص الكاميرا الأساسية الـ 200 ميجابيكسل اللي رح تيجي على الـ S23 Ultra طبعا الكلام هذا ليش يعتبر مؤكد؟ لأنه سامسونج مسبقا أعلنت عن حساس كاميرا 200 ميجابيكسل فأكيد رح تخليه إمكاني على جهازها الفلاكشب القادم ولكن بحسب التسريبات الحساس 200 ميجابيكسل رح يكون نسخة مطورة وليس نفس 200 ميجابيكسل اللي موجودة على أجهزة أخرى مثل شاومي 12T Pro أو الموتوريلا Edge 13 Ultra وطبعا مع معالجة سامسونج للصور أكيد رح تكون الصور مميزة تجربة كاميرات الجالاكسي دائما تكون مرضية وأكو من يفضلها على أي تجربة كاميرات موبايل أخرى هذه كانت أبرز التسريبات ومن مصادر متعددة بخصوص فئة الـ S23 القادمة تقريبا الألترا رح يحصل حصة الأسد من التطور القادم واللي رح تقدمه سامسونج ولكن أريد أنهي الفيديو برأيي في بعض الأمور اللي أتمناها أنه تكون فعلا في فئة الجالاكسي القادمة اللي أتمناه من سامسونج أنه تهتم بتصميم الأجهزة على أن يكون تشتيت الحرارة في هذه الأجهزة أفضل من السابق أجهزة الجالاكسي S22 بكافة فئاتها صحيح أداءها ممتاز ولكن عند الاستخدام المطول غالبية المستخدمين عانوا من وجود حرارة بالأجهزة فأتمنى من سامسونج الاهتمام بهذا الشيء اللي يأثر على فعالية الأجهزة على المدى البعيد اللي أتمنى أيضا أنه حتى وإن كان أكو اهتمام أكبر بنسخة الألترا فلابد للشركة أن تهتم أيضا بالنسخ العادية الـ S23 والـ S23 Plus خصوصا بما يخص الكاميرات يعني مو معقول الألترا يحص الحساس أفضل بكثير والـ S23 العادي يبقى على نفس الكاميرا صحيح الكاميرات في الـ S22 والـ Plus تعتبر حلوة خصوصا السيلفي الرهيبة ولكن أتمنى نشوف على الأقل معالجة أفضل للصور شخصيا قد تشوفوني متفائل نوعا ما بي الأجهزة القادمة من سامسونج ولكن في الحقيقة عندي توقع أنه شركة سامسونج راح تكون اقتصادية في تطويرها لأجهزتها القادمة لأنه ببساطة ما أعتقد سامسونج تحس بمنافسة في ظل الإعلان عن سلسلة الآيفون الجديدة اللي ما قدمت الكثير من التطور عن النسخة السابقة ومع هذا أتمنى أنه تكون توقعاتي غلط ونشوف تطور فعلي في أجهزة الجالكسي S23 القادمة بالنهاية أتمنى أنه أعجبكم هذا الفيديو إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفات اشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادمة